السلام عليكم نزولا عن طلبات العديد من الطلاب رح أحاول على السريع أسوي فيديو حتى أفسر لكم فيه شوية statistics ساعدكم على المراجعة للتست مش رح أقدم كل شيء لكن أتمنى أنه يفيدكم مشكلة ذيك الوقت في الفيديو هذا سعو شاربر ثري يحكي على how to describe data some indicators in this video رح رقز على الماجرس of central tendency اللي هم المين والويتد مين الميدين الموت والميدرانش رح نشوف كيف نحسبهم عبر أمثلة نبدأ بالمين الرمز المين هو X bar لما نحكي على sample لما يطلبك give me the population mean بالحالة هذه نرمزوله بالميو إذن في اختلاف الرموز نعرف به هل نحكي على المين المتوسط للpopulation كاملة ولا just for the sample هذا فقط there are different notation حسب نشتغل على الpopulation كاملة أو على العين فقط okay this is easy to compute we'll see in different cases لما يكون عنا grouped distribution يعني intervals لما يكون عنا ungrouped كيف نحسبه distribution في طريقة لحسابه ولما يكون عنا weights الثامن فقط كل مستمر على سريع إذا نبدأ بالمثال الأسهل أنو الكل هم عندهم the same weight the same frequency so these data shows the marks of ten students in quiz 1 فيه المثال الخفو المارك فيه لم تسعة فيه خمسة إذن هذه درجات عشرة طلب هذا sample إذا نستخدم X bar هو mean of the sample العينة اللي درسناها الحساب very easy تجمع مجموعة درجات وتقسم على عدد الطلاب هو sum we use this notation X i i من 1 إلى 10 من X i هذا X1 درجة الطالب الأول X2 X3 درجة الطالب الثالث إلى أخير X9 درجة الطالب التاسع و X10 درجة الطالب العشر نجمحه يعني هذه مع هذه مع هذه هذا هو الرمز هذا حتى ما نكتب X1 تصوروا عنا عينة فيها 100 شخص نبقى نحسب نكتبهم X1 زيادة 2 زيادة X100 نستخدم this notation this is to say the sum the sum مجموعة من 1 إلى 10 X i درجات كل element in the sample ونقسم على N اللي هو size of the sample very easy إذن هنا نجمحهم كلهم ونقسم عنا sample فيه 10 students then we divide by 10 this is the mean متوسط درجات the mean بعض منكم يسميه ال-average منو هنا هو average منو هنا هو average للدرجات القويس هنا 10 people are playing golf and at one hole their scores الابتلغولف ما أدريكي في حسبوه score انتم معين صحنا توقع المهم هذه the score of these players the player 1 جاب ثلاثة player 2 جاب خمسة and so 1 حتى player 10 okay find the population mean هنا population كامنا عادم كل اللعيبة اللي عنه إذن population mean شو اللي يبرق نستخدم ميو وبعدل X bar لأنه قالي population القانون هو نحسم نفسه نجمحهم كلهم ونقسم على the size of the population كم فيها في عشرة لعيبة 10 golf players إذن نجمحهم ثلاثة وخمسة وأربعة إذن هنا حتى العشرة من واحد العشرة لأنه قد نعرفه واحد على العشرة ونجمح ونقسم this is the main score for each player so this is very easy كل يعرفوا منصعب شوية ولو هي مش صعبة إذا عنا frequency distribution نستخدم القانون هذا شو معناها frequency distribution حسب grouped ولا ungrouped بالطبع إذا grouped رح يكون intervals ورح نستخدم الميت بوينت اللي هي نقطة المنتصف نضربها في frequency ماد تقرار رح أفصل هلكم إذن عنا two cases يعمى grouped يا ما انغروبت اوهل هنبدأ بالأول هنا ungrouped ما فيه intervals أعنا المثال هذا the grocer buys food product from the distribution of 20 loads per shade to the number of out of dated boxes was flows number of out dated boxes zero number of loads 9 المهم هذه هي الفريقونسي إذن من له هذا عنده منه 9 حبات من هذا عنده 4 حبات إذن هذه FI وهذا XI مزيد؟ إذن هنا نسوي جدول نحط فيه XI والFI زين بعدين شو نحسب نضرب XI في FI هنا 0 بتسعة بزيرو واحد في أربعة بأربعة ثلاثة في اثنين بسد ثلاثة في اثنين بسد أربعة في واحد بأربعة خمسة بصفر بصفر مية في واحد بمية بعدين شو نحسب نحسب N اللي هو the number of lots إذن 13, 16, 18, 19, 20 وهنا نحسب sum of XI FI نحسب آخر عشر عشرين مية عشرين إذن the mean the mean of this sample X bar هي 6 إذن القصة سهلة نحسب the sum of all frequencies ونحسب the weighted sum اللي هي XI the element type the frequency كمار لتقرر okay هذي grouped the grouped distribution كيف عرفنا grouped لأنه by intervals من صفر إلى 17 من عشرين سعى ثلاثين okay so هذا cost of repair of circuit تصلية ما أدري شو إذن إذا تصلح عشر حبّة الكوست بين 7 و 19 ريال okay إذا تصلح عشرين حبّة بين عشرين و 19 أدري ما أفهمش المثال هذا لكن الز data ويكان يوزد الز data بدون ما أفهمش اللي شو يرموز هذا نشتغل مع فحنا okay cost of repair by circuit okay شكله أنه فيه أنواع circuits تصليحة رخيص من 0 و 19 فيه عشر أنواع تصليحة بين 0 و 19 ريال فيه عشرين و بين 20 و 39 ملي المهم ما أطعنا التابل هذا وقالنا find the mean هنا بدل ما نحسب نستخدم XI لأنه ما عنا ungrouped نستخدم XM بس هذا هو الفرق XM شو نخسب الميت point هي نقطة المنتصف يعني نجمة 0 مع 19 على 2 9 5 هنا نجمة 20 مع 39 على 2 59 على 2 يعني 29 5 هنا المنتصف 49 59 60 89 ok ونضرب هم في F القانون هو ok الكتاب تتلخبط لكن مش مشكلة إذا نضرب XM في F عنا الفrequency وعنا الميت point 10 99 95 20 99 90 نضرب هذا في هذا يساوي هذه القصة بعد نساوي نساوي sum the sum the total ok the sum of frequency size of the sample 40 or sum of this weighted frequency إذن اللي ضربناهم F XM يعطيني 1140 ونطبق القانون المين هو هذا المجموع على size of the sample يعطيني 31 ريال سعودي يعني in average the cost to repair circuit is 31 سعودي ريال الحين the weighted mean شو معنى the weighted mean هذا نستخدم مثلا في المحلات مثلا عنده تلفزيون من ماركة معينة سعره 5000 ريال ويبيع مثلا مكاوي ويبيع ثلاجات ويبيع غسلات ويبيع إذن كيف راح يحسب المدخول في آخر واحد حسب the cost of each item إذن عنده هذا شي بيه هذي بيه هلي بيه هلي بيه هلي بيه هلي كوبترس عنده ثلاثة أنواع من هلي كوبترس السنسكرابر هذي سعرها 420 ألف دولار السكاي كوستر سعرها 365 ألف دولار والهي فلاير سعرها 725 ألف دولار okay so this is the cost of one سنسكرابر كم بيع منها النوع هذا من الهيلكوبتر بيع منه تسعة زي الجوالات ما دليل آيفون ب 5000 سامسونج ب 4000 هواوي 3000 بيع 7 آيفون 8 سامسونج و 6 هواوي كم متوسط المدخول سهلة إذن هذا اسمو ويتد لأنه كل وكل item عنده سعر مختلف وعنده وعنده إذن هنا كيف العاور X bar إذن سام W هو الweight اللي كان قبل frequency صار weight نسميه إلى مجموعة الweight مجموعة items اللي به هذا هو رح يكون الهد كم باء من item 25 27 27 37 37 ماذا أن هنا خطأ 37 هذه 16 37 37 هنا في خطأ إذن باع 9 من هذه الحبة بـ 427 تعمل sumwx يعني 9 في سعة 427 زائد 16 من نوع هذا يعني 16 في 365 زائد 12 في 725 تقسمها تضرب وتجمع وتقسمها 37 ويأتيك هذا بالنسبة للـ mean very easy نعم مثال أخير كيف تحسب الجي بي حقك عندك مقرارات الماث في الحقيقة هو 3 credits الحق مش 4 جبت فيها 4 يعني كم الدرجة 4 ممكن B ما شاء الله هذا الـ English 7 credits جبت فيها A plus Statistics 3 credits 2 أوكي إن شاء الله هذا مش إنته هذا طالب ثاني F Learning Research مستحيل ما علينا مثال نتعرف كيف نحسب به الـ Weighted GPA اللي هو الـ Weighted Average إذن هذا عنده 3 credits جبت فيها 4 تعمل 3 في 4 أو كما هم حطوا 4 في 4 نتضرب الـ Credits في الـ Grade هذا الـ Math زائد هذا الـ English زائد هذا الـ Statistics زائد هذا الـ Learning Research أوكي؟ وتقسم على Total Number of Credits كل الطلاب يقسموا على العدد هذا اللي هو 1-14-16 في الحالة هذه تعطيك الـ Me Weighted Me أوكي؟ لأنه المقاررات الكل ما عندهش نفس الـ Credits إذا كانت المقاررات الكل نفس الـ Credits ما نسوي؟ نجمع الـ Grades ونقسم على عدد المقاررات أوكي؟ إذا كان عنا فقط No Credits All Courses With Same Credit إذن هنا No Weight إذن نحسب المين العادي X bar اللي هو sum of XI over n يعني إذا عنا الكورس والـ Grade مثلا المعط جبت أربعة الإنجلش جبت خمسة الستات جبت اثنين والـ Learning جبت اثنين إذن 9 11 تقسم على ثلاثة إذن هنا sum of XI إذن هنا sum of XI أربعة زايد خمسة زايد ثنين زايد ثنين والآن على أربعة أربعة مقاررات إذن ثلاثة على أربعة راح يكون الأبرج ثلاثة فاصل خمسة عشرين هنا الأبرج عالة ليش الأبرج عالة لأنه هنا درجاتك كانت عالية في المقاررات اللي عندها High Credit درجاتك كانت نازلة في المقاررات اللي عندها Low Credit أوكي مثلا إذا ليش لما تبيع ليبيع سيارات حتى يبيع سيارتين أو ثلاثة مربوحه أكثر من بيع عشرين جوال حسب نوع الجوال إذن هذا هو الويت السيارة سعره مئة ألف مئتين ألف لكن الجوال سعره خمسة ألف كم تربح في الجوال ألف ريال في السيارة تربح عشرين ألف إذن تبيع ثلاثة سيارات أحسن من اللي تبيع عشرين جوال هذه هي الفكرة إذن هنا أيضا إنك تحصل درجات في الماثو الإنجليش درجات عالية هذه تعدك وطلع لك الـ GPA أكثر منه إنك تجيب درجات في الـ و و و أكثر من الماثو الإنجليش المود أوك أوك أكثر إجابة تتكرر Most frequently occurring value من the data set Okay وعنا حسب السامبل ممكن no mode ما فيش حتى واحدة أكثر واحدة تتكرر كلهم يتكرروا بنفس الفريقونسي Uni model One distribution with one mode معناها فما one value اللي هي عليها أكثر واحدة تتكررت عندها أكثر فريقونسي Bi model 2 Multi أكثر من 2 عن جواب مبيتال This is very easy the mode On group of 10 people you ask everyone how much money they have on them إذا الشخص الأول عنده 10 ريال في جيبه الثاني عنده 20 15 10 15 15 إذا هذا من أشخاص شوفه في واحد ما شاء الله تبارك الله عنده 500 ريال تحته 15 إذا نترتبهم وتشوف ثنين two peoples جاوبوا معنا خمسة ريال four peoples جاوبوا عنا عشرة ريال الثنين جاوبوا خمستاش واحد عنده 20 واحد خمسمية What is the mode? The mode is 10 يعني أكثر إجابة تكراراً إذن هذا يوني موضل عنده 1 mode بس هذي بري إيزي ولا أفعة ولا حسابات ولا أشي شوف أكثر إجابة تكراراً هذا the mode يوني موضل يعني 1 mode مثلاً A survey was conducted to assess the proportion of items that the customer wanted to find in the store رحت على بقالة بتشتري أغراث واحد قال لهم ما حصلت ولا غراث ما اللي أنا أحتاج وكان ثنين شنين ما حصلوا علش ستة قالوا حصلنا بعض الأغراث وما حصلنا بعض الأخ تسعة ردوا حصلنا تقريباً كل الأغراث وثلاثة حصل كل الأغراض اللي ماحتاجوا What is the mode? اللي عندها أكثر تكراراً أكثر فريقونسي إذن this is the mode The mode هو almost all هاذي أكثر جواب تكراراً إذن هنا أيضاً يوني موضل لأنه أكثر جواب تكراراً هو almost all جواب واحد تكراراً إذا عنا grouped The mode لما يكون عنا grouped frequency Grouped frequency باش نعرفها بالclass The intervals Okay إذن شوفوا أكثر فريقونسي وين هاذي خمسة ثلاثي إذن المود هنا إذن شنقول المود هنا أقول أما أقول أما the model class هذه أقول أكثر أقول the model هذا هو المتابط إذن المتابط هو المتابط المتابط هذا هو المتابط يعني هنا نجمحه هذو الاثنين ونقسم على الاثنين زائد 340.5 على الاثنين يعني 300 يعني يقولوا the mode is 300 اوكي هل في مثال اخر على mode؟ لا ما فيه إذن نرجح مشكلة هنالكل هم uni model حتى هذي uni model عبد أتيكم مثال بي model نغير المثال مثلاً إذا هنا بدل خمستاش خمسة وثلاثين و هذي خمسة وثلاثين إذن وينو الموت هذي خمسة وثلاثين و هذي خمسة وثلاثين إذن عنا two modes هنا عنا بي model two modes اللي هم this class and this class إذن the modes هم 200 and 300 مين جيبتها لأنه the midpoint هنا وحسبت الميت point هنا عنا two modes إذا عنا أكثر إذا حتى هذي خمسة وثلاثين سير multi-model لأنه وفي خمسة وثلاثي نوموت متى نوموت نوموت متى نوموت نوموت متى أنهم لكلهم نفسهم 10 10 10 10 10 10 10 هنا no mode لأن كلهم عندهم same frequency كلهم عندهم same frequency we have no mode هذا الموض أكثر تقرارا على frequency بعتين عن the median المتوسط الوسيط median والوسيط هذا هذا very easy also to find حسب هل سامل size of the سامل even ولا أود هل هو إيبن أو هل هو أود هل هو فردي هل هو زوج المشترك إنه دائما نرط بالدات دائما نرط بالدات okay إذا أود تنشوف سهلة وإذا إيبن also سهلة لكن ما نحتاجها ستبثان إذن هنا عنا 9 students إذن size of the sample 9 9 هو أود إذا نرتبهم بالترتيب من الأعلى من الأصغر إلى الأعلى هنا ما يفرق من الأعلى إلى الأصغر مهم ترتبهم okay إذن هم تسعى إذن this is the median الواسط لأنه فيه أربع علي سارو واربع علي منو okay إذن هذا إذا إيبن المدين MD very easy الحين عنا 14 cars إذن هنا size of the sample هنا even كيف نسوي في الـ even نرتب نرتبهم من الأصغر إلى العلى هم أربعة عشر إذن هنا even لما نرتبهم even تصير في المنتصف عنا two values six values to the left six values to the right وعنا two values في المنتصف إذن المدين راح تكون مجموحهم على ثنين هذا هو المدين الفرق إذا كان odd يكون يكون واحدة في المنتصف هذه المدين وعلي مينها وعلي يسارها نفس العدد هنا four values هنا four وهذه التاسعة حين هنا لما يكون even نخف the average of the two values in the middle هذا هو المدين آخر واحد هو المدرانج easy هو أصغر قيمة مع عالة قيمة مع الثمين إذا المثال garage owner record the number of cars which visit in ten days the number اليوم الأول جاتوا 204 سيارة اليوم الثاني 310 إذا نفس الشيء نشوف أصغر رتبهم في سحل 204 من اللي بعد 217 شكلها اللي بعد 232 257 261 29 302 308 308 309 309 309 309 309 309 309 309 ماتين واربعة زائد the highest value 314 على أثنين نعطييني ماتين وتساعة وخمسين كيف نحسب بالمدين قلنا هنا عنا 10 days إذن even size of the sample is even إذن عجرة نأخذ وين هم اللي في الوصف نثلاثة أربعة هيا هم الثنين في الوصف على أمينهم واحد ثلاثة أربعة على أمينهم وعلى أسارهم إذن what is the median هنا 261 زائد 279 على أثنين وتحسب خمسين واربعين على أثنين يساوي ماتين وسبعين so the median is 270 and the median range is 259 okay هنا هنا we have no mode لأنه ما فيش عدة تتكرر مرتين so no mode والمين هنا كيف المين المين X bar تجمحهم هادهم 204 زائد 217 زائد 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 314 على عشرة تأخذ المين إذن عنا المين no mode no mode the median will mid range شوفوا هادا هل في تكرار 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 ما فيه هنا هنا أيضا no mode okay what is the median range هنا هو بما أنهم رتبين 6.7 plus 11 over 2 وتحسب what is the mean هنا أيضا X bar تجمح 6.7 زائد 6.8 زائد 6.9 زائد 7 زائد 7 زائد زائد للاحدش على 14 14 هو أل sum of XI I 1 over 2 14 على أل okay هذه هي في مثال آخر هنا أيضا 2 6 8 19 11 12 no mode هنا 100 عنش 2 زائد 15 على 2 يعني 17 على 2 8 ونص وطيذ mean 2 زائد 6 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 11 زائد 12 زائد 14 زائد 15 على كم على 9 هذا المين X bar منعنه تكون وضحة إذا انشاهنه أكرر عنا مين عنا مود عنا ميد وعنا ميد 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 مرعش هذا أكبر قيمة معصر قيمة على اثنين هذا المنتصف هذا أكثر واحدة تكرار و هذا the mean المتوسط وعنا حالت بعد تشوفوه shapes of distribution لما ترسموه homographically لما تكون symmetric إذا symmetric شوفوه المين يساوي المدين يساوي المود نفسه لما تكون skewed left لليسار وهذه skewed right مول left متاع كنتي left skewed negatively skewed لكن على يمينك هذه اسمها left إذن هنا المين يكون أصغر من الميدين أصغر من المود هذا المود هذا المود أكبر واحد هذا المود أكثر تكرار المين هنا رح يكون بالنحية هذه والميدين رح تكون بالنحية هذه تسمى negatively skewed or left skewed عذري left skewed على يمينك هذه right skewed إذن right skewed يكون المين هو أكبر واحد ويتكون الميدين في المنتصف في المود هذا أكثر تكرار okay so that is what this is what we can say about measures of central tendency good luck